الساعة الخير النهاردة سنجاوب على اسئلة من askfm سنقوم بعمل شرطة الوصول من الاسئلة ونرى اسئلة تنفع تجاوب عليها فيديو ونجاوب عليها فنبدأ باول سؤال سؤال بسيط السؤال يقول ماهي الفرق باني استخدم استخدم لينكيو طبعا هذا استخدم لينكيو حimo هو طبعا السؤال السؤال أن استخدم قبل نحوانة أو استخدم دايناميك سيكول لأن هم يعتبروا المستخدمين عشان يمكن نحواني من قبل نحوانة ماهي الفرق بين الدياناميك سيكول هو انك يملكوا سيكول ايقال تدخل الوقت تصدق على ضغط مinge unters فإن أنت تتششفوا داتا من اليوزر وتت Katoo!! وبعدها تقوم بعمل الموضوعpetto ل noisyql تقوم بـ otkros-blastyx bulb طي готов شخص الاسب되는 more means وهو السور بروسيدور السور بروسيدور مثل فونكشنز يعني مثل بروسيدور بتكتبها في كجزء من الديتابيس نفسه وبتبقى فيها مثل الكوريز مكتوبة جاهزة والكوريز فيها بتاخد البرامتر زي فتاخدها لكن الكوري نفسه مكتوب جاهز من جوه مش بتجنريتك كوري في الرون تايم هي لها مميزات طبعا يعني كلا وهنا نتكلم في المميزات والعيوب بتاعتها يعني المميزات الاكبر ستسرع شوية يعني مش هتلاقي ان الكلام ده 100% قوي يعني حسب نوع الديتابيس واغلب الديتابيس بتايميز قوي ما بقاش في فرق قوي ما بين الاثنين يعني يمكن هو اللي رب شايفوا الفرق الاهم ما بين الديناميك سيكول والسور بروسيدور هو في السيكوريتي من ناحية ايه بقى؟ من ناحية لو انت لاتسينة كنت الديتابيس ادمن وعايز تحمي السيرفس بتاع الديتابيس بتاعك يعني مش عايز تطلع مش عايز ت تكسبوز مجموعة كبيرة من الديبلز للديبلوبرز انت عايز اللي انت تحدده بس هو اللي يبقى ظاهر للديبلوبر فانت بتخفي كل الديتابيس ويتطلع ويتطلع فانت بتتحكم ساعتها في اللي الناس تقدر تتحكم اللي الناس تقدر تكويري عليها فالستور بروسيدور مزادت هنا زي فونكشنز فانت تقدر تقول فلان ليه حق انه هو بس ما قدرش حق انه هي اكسس الديبل ديريكت فساعتها انت تقدر تحمي الديتابيس ده فلو انت حبيت تغير شكل الديبلز بشوية تغير عايز تتزود كولومز عايز تشيل كولومز عايز تقسم الديبل ده اربعة تيبلز انت حر انك انت مش بتتبريك اللي الناس بتتخدمها طول ما هي لها نفس الـ الديبلوبرز هابوا مبسوطين مش هفرق معهم يعني شغلتها ده بي زي فانت لو تخيلت ان الديتابيس بتاعتك ده زي بلاتفورم يعني فانت بتتحكم في الـ بتاعت البلاتفورم ده بانك انت تطلع معينة ومش بتطلع الديبلز كلها للناس فساعتها ده بيفتح الديتابيس جدا يعني فده يمكن في رأيي وقلت كمان من ناحية السيكوريتي من ناحية ان انت بتقدر تتحكم في مين بالزبط يقدر اكسس ايه طبعا ممكن تعمل الكلام في الديبلز بس يعني لو انت عندك مثلا عشتين ستو بروسيجرز تقدر تتحكم فيهم غير ما يبقى عندك مثلا 30 تيبل وكل تيبل منهم في كمية كولنونز وفي كمية بيانات وفي حاجات ممكن حد يشوفها حاجات ما يبقاش كولنونز معينا مش حاجة حد يشوفها وكولنونز ثانية موجودة فبيبقى السيرفيس اريا اكبر بكتير فانت بتقدر تلم السيرفيس اريا في الجزء انت عايزه بس فده اللي انا شايف ممكن الفرق الاكبر ما بين الاتنين يعني مش بالتالي هو الفرق في البرفورمانس انا مش حاسن في فرق في الاتنين يعني اللينكو بس لو رجع بقاش السؤال حرفيا يعني كمية ساعة على اللينكو الفرق يمكن اللينكو بيقدمه هو نينكو دي فيتشار في جوته في سي شارب من اوام سي شارب تري هي بتخليك تكتب سينتكس كده في سي شارب شبه السيكل هو مش سيكل بس هو شبه السيكل اوي بتكتب select statement و from و where و order by و group by اللي بيحصر الميزة فيه انه بيعدي على الكمبيلر غير لو انت كاتب ال SQL statement داخلها string مثلا فلو في حاجة غلط في السترينج ده مش هاي فريق معي مش هيعرف يسأل الله حياني او مش هعرف يقولك ان فيه غلط لكن علشان هو اصلا كود فالكمبيلر بيعدي عليه فلو فيه مثلا حاجة غلط و مش عارف ايه هيقفشه يعني هيقولك ان فيه غلط هنا بلاس طبعا انه هو بيبقى اقمن شوية من الناس بتعمل dynamic queries بايدها يعني طبعا فيه طبعا طرق كويس ان تكتب بها dynamic queries بس اغلب المشاكل الناس بتحصل لها بالذات ان الناس بتكتب dynamic queries وهو نظام بتconcatenate strings على بعض كده بلاس ساينز جانب بعض وخلاص فطبعا ده بي اكسبوز ال queries بتاعتهم لو انت بتتخدم parameterized queries مزبوطة وكل حاجة في dynamic queries بتاعك مفيش مشكلة الميزة بقى في ال link هو غصبا عنك هيبقى صح يعني لازم تكون انت قاصد تعمل مشكلة في الكود بتاعك علشان تفتح يعني عندك vulnerability في الكود بتاعك يعني فده يعتبر ايه حاجة اضافية كده بتجيلك فوق البيعة وانت بتستخدم link بس هي ممكن ايه دي الفروق الكبيرة ما بين ال الاثنين فده سؤال يعني ممكن نلف شوية كده في ال ask نشوف اسئلة تانية ممكن نجاوب عليها وفي اسئلة حلوة صراحة بس مشكلة اغلبها بيبقى صعب تلاقي الى اجابة تشرحها يعني كده انت باعي ستكتب شوية احيانا وبتاع انا بقى بمكسل في سؤال بس اسأل على docker بيقول ايه هو docker ويستخدم في ايه طيب هو علشان تفهم docker يعني هو لو تخيلت الحياة دلوقتي في الكلاود مثلا او حتى مش في الكلاود خلينا نتكلم انك انت عندك مكناة حلوة عندك سيرفر جميل كده كبير وعندك مجموعة خدمات مجموعة services عايز تشغالها على السيرفر اذا ما الناس كانت بتعمل ايه الناس كانت بتنزل مثلا على نفس السيرفر تنزل ويب سيرفر وتنزل جنبه وتنزل جنبهم فايل سيرفر مثلا ولا اي حاجة وتحط الابليكيشن في النص كله على نفس الماكناة كده كلهم بيعاب جميع وكان الحال ماشي يعني بس اللي كان بيحصل اللي كانت مشكلة في ايه انك انت مثلا متستخدم مثلا سام ويب سيرفر يعني مثلا افاتشي مثلا وبعدين متستخدم معاها مثلا بيتش بي ومستخدم معاها مي سيكول حاجة دي كلها موجودة وكل واحد منهم ليه ديبندنسي وليه بتاعته وليه الليلة بتاعته يعني فممكن اول مرة تعمل الموضوع ده تزبطه ديني تتعرف لو هو تزبطها كده حس تشغل صح ومشتغلت تيجي بعدها بكم شهر عايز مثلا تأب جريد فتجي تأب جريد ماي سيكول تلاقي في لايبريا مثلا معينة محتاجة فترح ضربة بيتش بي مثلا او تضرب الويب سيرفر او تضرب حاجة ثانية ما لاش راخب موضوع او انك انت فكرة انهم كلهم على نفس الماكينة في نفس الوقت بي محتاج انك انت تعمل اي عملية ممكن تأثر على البقائين فكان الاسلوب الابسط يعني الناس الاسلوب تروح بعد كده انها تقول خلاص انا هقسم السيرفر بتاعي ده لفيرشو ماشينس فانا هقول مثلا ان انا عندي انا بمسك ناموسا ان انا عندي سيرفر يعني سيكول سيرفر بتاعي لفيرشو ماشينس فيرشو ماشينس اولاية مثلا هتبقى فيها مي سيكول فيرشو ماشينت تانية فيها فيرشو ماشينت تالتا فيها الابليكيشن بتاعي او يعني غالبا هيبقى فوق الابليكيشن بس يعني نتخيل يعني كل حاجة لها يعني كل كده لها معنا احطها على بتاعتها بحيث ان انا حبيت فيهم الايام ان انا توسع مثلا فاشتير سيرفر جديد اخد اشتير سيرفر زيادة مثلا انا اخد مثلا الويب ابليكيشن احطها على السيرفر الزيادة اخدت بس الفيرشو ماشينتها اشغال تانية فمش هحتاج بقى اعضاء السابطة من الاول احيز اكتر من احيز اكتر من مكانة او اكتر من من سيرفر هاكلون الويب ابليكيشن وعمل منهم اكتر من واحدة وكلون شوها بعض يعني وده الحال ممكن في 99% النهاردة من الكلام السيرفر السيرفر بتستخدمها ان لا يعني اغلبهم بيعملوا كده انت رائع كثير ان كنت تتتخدم الهاردوير يعني انت بتبقى شاري مثلا هاردوير مثلا سيرفر محترم يعني بتران عليه مثلا ابليكيشن مش بيستخدم مثلا واحد في المية من قدرته يعني لكن لما بتقدر تفرشواليز تقدر تحط اماكن كتير جدا على نفس الهاردوير فبتقدر تفرشواليز الهاردوير اوبرول احسن يعني فده كان ماشي عالي وكل حاجة بس كان في طبعا شوية دروباكس كان اكبر دروباكس منهم ان كل دروباكس عبارة عن كامل يعني الكيرنل بال بالفايل سيستم باليوزر اكاونتس بكل حاجة يعني ابارة عن اوبرينش سيستم بحاله بكل اوبرهيد بتاعه فوق الوبرينش سيستم الهوست اللي موجود فده كان ليه ميزة وعيب كان ليه ميزة طبعا انه هو بيديك ايسوليشن قويس اوما بين كل فيشواليز والتانية فطبعا من ناحية السيكوريتي من ناحية انك انت ما يبقاش عندك اي ان حد ممكن يبص على الديتال في الجنب وعلى نفس الهوست او حاجة كده فده كان كويس بس الوقت كان الوبرهيد بتاع الوضاعي في الهواء ده في الوبرهيد بتاع فظهر مع الوقت حاجة في الينيكس كرنل اعطاها اسمها الى اكس جي لو تلع اسمها غلط حصلها في كومنت يعني اللي هي كانت بتقدم حاجة اسمها الكنتينرز اللي هو الوجيكال زي الوجيكال الكنتينرز في الوبرينش سيستم الكنتينرز اللي تتخيل فيها ان هي كانها يعني اعرف كلمة دينا هتنزع لها بس انا بقال لك بس عشان اقرب الفكرة يعني كانها virtual machine بس من غير كل الهلمة بتاعت الوبرينش سيستم بتاعها يعني هو بيعمل ايه هو بيعمل لك او بيعمل لك او بيعمل لك مفيش اي مش بتنازل الوبرينش سيستم من الاول ولا اي حاجة هو الوبرينش سيستم نفسه نفس الكرنل بتاع الهوست وكل حاجة هو بياخد جزئية كده من من الماكنة اللي هو فيها دي ويعمل عالم تاني يعني يفتح جديد يعمل فتحس انك انت كاينك فعلا لو البرنامج شغال هنا مش حسب اي حاجة حواليه بس في نفس الوقت هو بيتعامل مع الكرنل بتاع الهوست مش بيتعامل مع كرنل مختلف مثلا او مش بيتعامل مع المختلف هو نفس فده بيطاير بقى جزء بتاع الوبرهيد اللي هنو نتكلم عنه فبقى ساعتها بقى احسن بتاع الهو بس طبعا لسه في شوية ايه تفاصيل في حتة السيكوريتي بتاع المكان لان الحد الماء برضى الكنتينر مش ايزوليت المية في المية زي اللي كان عليه في بس هي لو انت نفس الشركة يعني لو انت مش بتتكلم في ان انا مثلا شاري هوست من شركة تانية في نخاطة الكنتينر ده في نفس الهوست دي شركة تالتة تالتة انا ما اعرفهاش مش فارغ معي لانه مرور ما هقدر شوفه في لانه شايفه لكن في الموضوع الكنتينرز ده لو انت ساحب كل الكنتينرز يعني ده المكان ده كله بتاعك وده كل الكنتينرز بتاعتك فمصلحة يعني انت اكيد مش هتسرق نفسك يعني او مش هتحاول اتهاك نفسك يعني فبالنسبالك انك انت تستخدم الهاردور بشكل ازرف او احسن ده كويس فده طبعا كان ليه ميزة كويسة دوكر بقى دوكر عبارة عن ايه؟ دوكر عبارة عن مجموعة ايه كده مثل بلاتفورم ببني فوق الكنتينرز بتاعت لينكس وبيقدم لطيف للديفلوبر بحيث الديفلوبر يقدر يقول انا عايز اكريات الكنتينر والكنتينر ده عليه مثلا او عليه او اباتشي او او هاتفا وكذا تكريات الكنتينرز من الاول انت انت تعمل الكنتينر وتنزع انت عايزه وتسايف الكنتينر ده بحيث انك تقدر تلود منه انستنس زي ما انت عايز في اي وقت او فيهم عندهم ريبوزيتوري ضخم جدا من كنتينر زي عمريتها او ريتي انا ممكن تقول انا عايز كنتينر بتاع مونجو دي بي مثلا هتلاقي الكنتينر موجود تقول له تأمبورت الكنتينر ده عندك وتشتغل عليه فبادي احتاجش حتى انك انت تعمل الانشيال ستيب بتاعت انك تكريد الكنتينر بلس انه هو لانه هو زي امستركشن لير يعني فوق الانشيال فبقى مع الوقت كمان يعني مع ويندو السيرفر اللي انزل قريب هو واندو السيرفر 2012 واخذ اعتقد انه نزل حتى 2016 بقى بيسابورت دوكر لانه لويندوز نفسها ويندو السيرفر تسابورت كنتينر وعندهم حتى معين من الكنتينر في نوع اسم هاي بر في كنتينر اللي هو بيحاول يجيب الجزئية بتاعت الميزة بتاعت الميزة بتاعت نكلم عنها من شوية دي ويضمها على فكرة كنتينر بيعمل حاجة في النص فبقت الميزة في انك انت ممكن من نفس الابي اي بتاعت دوكر اللي هو نفس بتاعت دوكر تستخدمه مع ويندوز عادي يشتغل على ويندو السيرفر كويس او يشتغل على لينكس ما فيش مشكلة فدوكر هو الحتة دي اللي هو بيخليك ازاي تتعامل بشكل لطيف مع الكنتينر بتاعت اللينكس او ويندوز او اي حاجة فممتاز اغلب الناس اللي حاليا بتشتغل على الكلاود او بيشتغلوا على حتى الوزيرفر بتاعته مع حاجة يتخدم الكنتينر من باب ان هي بتطرع الاداء طبعا بانه ما فيش اوبرهيد كتير وفي نفس الوقت انه هو بتساعده انه هو عمل الكنتينر اشتغل في شوية بعد كده الدنيا خربت منه لأي سبب رح يهدوا يبني من الاول تاني بكوماند يعني الموضوع مش مقسا طيب دي اسوال نعدي على سؤال تاني طيب اه 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 اعتقد دي اطول مدة ممكن حد يكون عملها هو بيبص على اسئلة من غير ما يجاوب اعوزين فيديو تتكلم فيه عن اجر هو مش فيديو واحد انا هتكلم عن اجر ده ممكن اعود دسان بتاع 6 شهور هو طبعا مش هادر اقول اجابه تكفي يعني ويندوز اجر يعني بس يعني لو حاول الخص كده حاول اشوف الموضوع هو طبعا هنجعتين فكرة كلاود كمبيوتنج يعني هو اي كلاود كمبيوتنج يعني انا هافطارد الى حد ان سمعت على كلاود كمبيوتنج يعني ان كنت يبعندك اه تخيل انك انت عندك اه 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 كل الرسورس انت متخيلها اه 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 بس يعني مقارنة بل انت محتاجه هي انفنت يعني طيب هي ايه ايه اللي بيخليها يعني ايه الميزة الكبيرة في الموضوع ده يعني لو تخلناها انفنت ايه اللي هي الميزة يعني الستاند يعني نستدر تقول كده اللي هو بيسموه المثال المثالي او يعني الحاجة اللي هي اللي الناس بتشرح بها دائم من فكرة كمبيوتنج هو مثال مشهور ايه يعني تخيل مثلا انك انت واحد عنده اه اونلاين ستور مثلا في مصر انت عندك ويبسايت كده بتعمل على ايشوات اي كوميرس والويبسايت ده بتبيع عليه حاجات معينة بس انت عارف ان هو ايه كل سنة كده مثلا قبل رمضان بيجي لك حبة ناس كتير قبل العيد قبل شام النسيم في مواسم معينة يعني بس العدد ده بيفرق كبير يعني مثلا انت مثلا في العادي بيخش لك مثلا مئة الف بني ادم في اليوم مثلا بس في المواسم ده بيخش مئة الف بيخش مثلا مثلا تلات اربعة مليون بني ادم مثلا فالفرق ضخم قوي يعني طب هتعمل اي سعيتها هل انت هتبقى عشان تقدر تستحمل الترافج ده انت مش عايز يعني يوم ما يبقى فيه بيع انت تخسر عشان مش ملاحق على الناس طب تعمل اي سعيتها يعني ف اللي كان الناس يعني لو حتحسابها هتقول طب هل هل اشتري سيرفرات تكفي التلاتة مليون الممكن يجولي تلاتة اربعة مرات في السنة اشتريهم او اجرهم طول السنة علشان لما يحصل ان الناس تيجي ابقى مستعد ولو حصل ان ابعد ما يمشوا خلاص فاتكبت يعني ده حل طبعا بس لو تخيلت الحل ده ان كنت بتدفع تمر السيرفرات ده طول السنة طول الوقت فطبعا ده بيزود تكاليفك او مصريفك يعني الحل الامثال ان كنت تقول طماشي انا ممكن قبل الموضوع ده ما ييجي يعني قبل مثلا من الناس قبل المواسم اللي انا عارفها قبلها مثلا باسبوع ولا عشرة ايام كده اروح انا اقجر شوية السيرفرات دول وازبط نفسي واجهز والناس تيجي وبعد ما يمشوا ابيعهم تاني ولا اخلص منهم ماشي موضوع ده حل بس مشكلة ان حل ده انه هو مش حل صعب جدا يعني انت لو انت الامبليكيشن بتاعك حوستد مثلا على حوست مثلا في اي حتة من الحاجات الغريبة دي هتروح تقول لهم قبلها مسبوع انا عايز ان افرد لبقى الامبليكيشن ده على عشرين سيرفر بدلا وما عشرة فحيقول لك ماشي هفرد لكم عشرة فحاولت تشتغل تكشف انك انت اصلا عندك مشاكل انك انت عندك داتابيس في حتة واحدة داتابيس بساعتك هي في السيرفر واحد في الاخر طبعا هربليكيات داتابيس دي ازاي طبعا هكاش ازاي طب انا هعمل ايه في السيشنز هتستيك ازاي على السيرفر هتلاقي انك انت عندك مشاكل كتير لانك انت اصلا مكنتش منزاين الامبليكيشن صحة من الاول بالمنظر ته بلاس كمان ان حتى الحكاية دي مش مضمونة انت ممكن تكون عمي حسابك على ايام معانة في السنة كل حاجة بس تجيب في يوم سبب ما يحصل اي حاجة تانية في جلك ناس كتير في اوتو فنووير ما تبقاش معارف تقول بجاين جاين ليه ولا جاين من اينه وتحشد حطت تصب الناس تقولهم مزودين لسيرفراته بتاع وتخسر الفرصة اللي كنت ممكن تكسر بيه فلو تخلنا برجانة تانية فكرة مزودين لانفريت وانفريت سيرفر باور وكل الكلام ده بيحصل فيه فساعتها بيجيلك ميزة ساعتها اللي هو بيسموها الكلاود الاستيسيتي الاستيسيتي يعني ايه انك انت حاجة تقدر تمط معاك كده بمعنى انك انت النهاردة الابيكيشن بتاعي انا يعني شايف انه فيش ترافيك فانا احطه هو ديبلويت على ماكينة واحدة لقيت ان موضوع تدي فروح انا اقول له بدل ايه اروح انا فيه سلايدر كده اروح انا اقول له بص خليهم اربع مكنات هيروح اوتوماتيك ما فيه خلال عشر عشر ثانية يروح مريد بلوي الابيكيشن بتاعك على الاربع مكنات ويلود بالانس ويعمل كل حاجة اعايز يخليهم عشرين مكناة خليهم لك عشرين مكناة ولا يهمك خلاص الناس ماشيت رجعهم لك مكناة واحدة رجعهم لك مكناة واحدة بلاس انكتة مثلا بتستخدم السيكول مثلا الديتابيز الديتابيز الديبلويد على الكلاود فدي اصلا هدف هي اصلا بتاعها هي ده هدفة في الحقيقة ان هي تقدر تسكيل مع كل حاجة وانت مش فارق معاك هيا ازاي ولا ازاي ولا مش عارف ايه انت بسخدم سيكول سواء ده سيكول اجر ولا دي اي حاجة او اي حاجة دي انت تستخدمها زي اي ده تابيز عادية وهي في الاخر بلسكيل صح لان هي متصممة اصلا من الاول على انها تران في الانفورميط عندك بقى سيرفيس حواليك بقى كاشينج سيرفيس عندك لوت بالانسرز عندك كل الحاجات دي مورد متاحة حواليك انك زي الواف كده في السوبر ماركت وانتبعا هاتلي شوية كاش من هنا هاتلي شوية ده تابيز هنا هاتلي فايل ستوريج هنا كل موجود قدامك بلس ان الطريقة اللي هو بيخليك تكتبها بتساعدك ان الحكاية دي تنفع اصلا يعني انت مثلا يعني مثلا واحد من الابسط المسائل منفعش مثلا انك انت تكتب فايلز جوه نفس المكان اللي بتران عليها الابليكيشن مثلا لو كتبت الفايل هنا لو الابليكيشن احبت انقله في حتة تانية مش اقدر انقلك الفايلز بتاعتك دي فلازم تفصل استوريج عن الابليكيشن وهكذا فهو بيساعدك ان تحط مزبوط الابليكيشن رجع تاني بقى اللي مرجعنا لفكرة هو ايه اجر يعني فهو اجر بقى حاجة من الحاجات دي يعني هو مش اجر هو مش هو الكلاود يعني اجر في حاجات كتيرة في او اس بتاع امازون في جوجل كلاود انجن في ركس بيس في حاجات كتيرة او بس هومي كان ايه اشهر ثلاثة مشهوريه في السوق امازون طبعا رقم واحد واجر وجوجل فاجر هي الكلاود مايكروسوف الفكرة في ايه انه هو يعني طبقات تقدر تقول انه هو ايه عندك انفرستركشور از السيربس اللي هي ايه الجزء الاول في اجر اللي هو البيسيك بايسيك كومبوننس بتاعت الكمبيوتينج عندك بروسسينج اللي هو بيسموها وعندك نتورك وعندك ستوريج دي البيسيكس خالص اللي هو يعني ايه انت بتبني على الهواء يعني بتبني على الهواء بتبني على البرمتال بتاع الكلاود بعدين بقى تبني فوقيها يعني مثلا عندي بقى الازر اللي هو ايه بلاتفور از السيربس اللي هو تقدر تقول انا بقى عايز عايز ابستركشنز اعلى شوية من البيسيكس لو انت عايز البيسيكس موجودين مثلا انت عايز اعلى شوية ممكن تعلى شوية من سいやرت فده يديك لكم مكونات الأساسية التي تبني بها الابليكيشن بتاعك فانت هتقدر ببساطة انك هتقدر تريليتك اغلب الكلام ده للي موجود قريبا في حياتك العادية يعني انت حتى لو تنزل سيرفرات ما انت بتشير السيرفر اللي هو البرمتل اللي هو فيه هارد ديسك وفيه نتورك كارد وفيه بروسسور وفيه رمايات ومشعرف ايه وبعدين تقدر انت بتحط عليه شوية سيرفرات وتحط عليه مثلا سيرفر مش عارف لينيكس وتحط على لينيكس مايسيكل فهو نفس الفكرة بس هو على ايه؟ على متوزع بقى على كبير قوي وعلى متوزع قوي والفرق الاكبر ما بين انك انت تهصت حاجة بنفسك او انك انت تهصتها على الكلاود ان الكلاود بتحسبك باليوسيج مش بتحسبك بانك انت بالشهر كده وخلاص لا يعني هي بتقولك انت لو انت مثلا واخد من عندي اااا لو استهلكت مثلا الف ساعة فالساعة مثلا سيب بواحد سنت فتدفع لي الف سنت في الشهر استخدمت الفين ساعة تدفع كذا استخدمش حاجة خالص يعني مثلا بتاعك نايدل طول الشهر مش تدفع حاجة فدي برضو من فاكرة الاستيستي انك انت مش بتبقى حاجز بروشيسون باور زي ما هي كده وتدفع عليها كل مرة زي الرقم سابت لا انت حسب استهلاكك فانت طبعا بيفرق معاك انك انت لو انت مثلا بتاعك ده بيبقى مثلا ناشط او الصبح بس بعد الظهر مثلا بيقل او العكس يعني حسب التاترن بتاعك فانت بتدفعش فلوس طول الوقت من غير سبب انت بتدفع فلوس على الاستخدام بس فده دي كلها حاجات جديدة بالنسبة للناس اللي كانت مثلا بتحصت الحاجة بنفسها انا مثلا بروح اشتري هوستنج وحط عليه الهوستنج هياخد منك رقم سابت سواء تستخدم واحد في المية ولا الف في المية من اللي بتاعه لكن الكلاود هتحسبك على الاستخدام بتاعك اه فده هو مش اجر قوي يعني مش اجر بالذات يعني بس ايه فيها شوات اجر هنبقى نرجع بعد كده الموضوع اجر ده اريد طيب اه حاجة تاني حاجة تاني سؤال هو سؤال هو مش مجالي اوي بس انا حاول يعني افتة شوية هو جول ايه الفرق اني اعمل تطبيق اندرويد باستخدام جاوفا او سي شارب او او اتش تيميل و سي اس 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 غير الاسباب من حيث الاداء يعني هو عارف ان الاداء ما بين لو عملت الاداء بلغة زي جاوفا او سي شارب على اندرويد ستبقى اصرع من الاسباب مكتوب باتش تيميل و سي اس 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 على اندرويد فهو عايز اعرف ايه الفروق ما بعد الاداء حسنا هو فيه فرق يعني جوهاري في الاسباب مكتوبة بالنيتف لانجوش بتاعت الابريكيش بعيدا عن الاداء انها تستخدم الاسباب بتاعت الابريكيش بتاعت الابريكيش مثلا ان الابريكيشت بيبقى شكله شبح جزء من الابريكيشوا لكن الابريكيشنت بتنملكتOUب بيهات حيات هبقى إنه розطور جزء جيد من الارات تضحط Blink اكون يسيميلات شكل الوبرين سيستم ولكن يعني يبقى طبعا 99% صحة ما بين الوبرين سيستم ولكن طبعا مش هيلقط مثلا او لو نزل اوبديت الوبرين سيستم مش هيلقط اهو في ساعتها شكله تغير لازم ينزل اوبديت الوبرين عشان يغير الشكل ويزبطه فدايما هتحس ان في جزئية ان هو يعني غريب شوية يعني مش غريب بمعنى انه هو وحش غريب بمعنى انه كانه مختلف عن باية الوبرين سيستم الفرق بقى من ناحية الوبرين لو الوبرين نفسه مش بتكتب جيم مثلا او مش بتكتب حاجة محتاجة او بريفورمانس عالي انت بتكتب حاجة طبيعي يعني حاجة بزنس فانك تكتبه في وجاو اسكريبت بالذات لو انت كان عندك مجال الوبرين سيستم فتحيب بينزبالك اسهل كتير من انك انت تخش في ناحية تتعلم مثلا او تتعلم جافا او تتعلم سامرين او سي شارب او تتعلم او بجيكتيف سي او سوفت لو انت قلدي عارف مثلا كنت قلدي وابدفولوبر وبتعرف انجلر وبتعرف جواسكريبت وبتعرف حتمل طبعا فممكن ان اجرب اشتغل على كوردوفا باستخدام ايونيك باستخدام انجلر على اندرويد او او ايو اس او اعتقد انت من انجلر 2 من اول ايونيك 2 وانجلر 2 باستخدام ايونيك 2 وانجلر 2 باستخدام انجلر 2 مش وحشة فهذه ايضا ميزة كويسة بس ما اعتقدش ان فيه يعني ثاني اذا لو بنتكتب مثلا لو بتكتب game هتكتب game هتكتب بيونيتي او بتعرف هتكتب ممكن تكتب لكن لو بتكتب اي حاجة ثانية اعتقد ان انه بخير بالذات لو كان بيزنس او حاجة انت عايزت يعني الشكل وانها تبقى يعني على الشعر مش فارق قوي يعني الهدم هو اهم حاجة مع اليوزر فبلزبالك حاجة زي كيهة تنجز معك طيب ناخد سؤال كمان هو انا بلف في حوالي 1200 سؤال فطبعا في حاجة كتب تبقى حلوة بس بحس في الاخر ان هي بصعبة سريعة كده برم بم طيب وفي سؤال كان جايدي النهاردة انا جوابت علي قردي يعني بس انا كنت ممكن ادود فيه شوية يعني كان كلام كتر على موضوع مهندس البرمجيات الفان مابل مهندس البرمجيات ومابين المبرمج ومابين الديبلوبر كلها مسميات في الاخر يعني فانا كن انا بس حابيت اوضح رأيي شوية في الحتة دي يعني كلمة مهندس البرمجيات هو تقدر تقول كده ايه مجموعة من العلوم والبراكتوسيز هدفها انها تنتج برمجيات فانتاج البرمجيات ده في حاجة كتير قوي غير الكودنج يعني الكودنج ده مرحلة من المراحل يعني يعني حتى لو اخذنا كلاسيكا الموديل بتاع الديبلومنت اللي هو الناس عارفه اللي هو الكل بتاخد الريكوارمنت جاثرنج وبعد كده تعمل ديزاين وبعد كده تعمل كودنج وبعد كده تعمل تستنج ومش عارف ايه حتى لو اخذنا الووتر فول موديل ده وكلام ده ففي الاخر ده بروسس يعني مش كودنج مرحلة منها يعني المرحلة الثالثة في الموضوع فالسفتوري انجينير عموما هي مرحلة مع الوقت بتوصلها يعني من الخبرة ومن الشغل ده ده فرأيي يعني في الاخر كل الناس بتتخرج من الجماعات او بيبتدوا اشتغلوا كلهم بكودرز في الاخر في الاول لان هو ده اللي بيبنسبة لهم ايه الجزء الانترستنج واللي في العلم وفي التطبيق فالناس بكلها بتقعد يعرف اللي هو بتبقى كونسيوم ده قوي في تفاصيل الكود و ازاي ده تتعمل ازاي و او ده اللي ده مش عب تبقى مالها و ده لما بجيشتغل بتدربه و بجيش عرف ايه تفاصيل التفاصيل يعني لكن هو بيبقاش شايف ايه الصورة الاكبر شوية مع الوقت مع بقى الخبرة و المشاكل والغلطات والتصحيحه يبتدي يلتفت اكتر لاهمية الديزاين انك انت قبل ما تكتب قصي اصلا نصطر الكود انا بكتبه ليه ويكتبه هو بيقع في فين في النقطة تي بس طبعا بيبقى السكوب برده لسه على قدك شوية يعني تبقى شايف كومبونت مثلا او شايف مسلا السيرفس انت فيها لكن برده انت مش قادر تتخيل ما هو اكبر حتى وانت كل ده انت كانت تتكلم جوه نفس البرودكت او جوه برودكت انت حتى يعني لسه مع الوقت ما بسطتش هو ايه اصلا بقيت البروصيس يعني كان مع الوقت بتتبقى ايه تشوف ايه اللي هو هو تفاصيل شوية تشوف حاجات اكتر شوية تشوف مثلا يعني مكانك بالنسبة للسيستم اكبر انت فين ومكان السيستم اكبر ده بالنسبة للمنافسين ومنافس الكلام ده مكانت فيدي بقى تفكر هو اصلا السوفتوير علشان يتعمل مين بيعمله انت عندك تيمز تيمز من مهندسين جيش يعني طب الجيش ده بيتلمس ازاي يعني انت اصلا هتقسم الناس ازاي وازاي توصل لهم ازاي تختارهم يعني جزء من كبير جدا من السوفتوير ريكروتمنت انه هو يريكروت ناس اصلا يعني سواء انه بيعمل ترفيوز لناس او انه هو بيبقى بيبقى جزء من او من هيرين كوميتي يقدر انه هو ياخد اذا كان يعين ده ومعينش ده فده جزء كبير جدا من الموضوع تحت مسئولياتك جزء منه من الموضوع تاني انك تختار التكنولوجي يعني انت ممكن تقول مثلا احنا هنعمل حاجة جديدة مثلا في حاجة جديدة يحتاج ان احنا هل نشتغل بنفس التكنولوجي القديمة ولا نشتغل بنفس التكنولوجي جديدة طب بيزدى على ايه مش بيزدى على مزاجك انك عجبتك تجربها ده بيقى في الاول يعني انت ممكن تكون مثلا في اول سنتين ثلاثة كده من شغلك كلما تعجبك حاجة تقراها عايز تحطها في الشغلة بتاعك بنشوفها ونقول لينا عملناها بس في الاول بعد كده بيجيك شوية حكمة يعني مع شوية انك انت تقول لا لقى يعني انا لو عملت الحكاية دي من اجربتها بكده ولبست كتير يعني فانا لقى خليني المراتي حريص واخد بالي وازاي ان انا لما استخدم تكنولوجي احسابها صح وعارف ان هيبقى لها كوستفل مينتنانس هيبقى لها كوستفل فايي فتبقي تشوف موضوع بشكل اعمق شوية يعني كمان السيستم ده مش بذات لو كانت سيرفيس لا تخيني ما انت كانت سيرفيس مثلا طب انت تحطي السيرفيس دي في البروداكشن طب وبعضين هي شغالة او مش شغالة الله اعلم طب انت هتعرف منين ازاي بقى دي بقى دي بقى المعايير انك انت عشان تقول حاجة خلصت يعني ايه محتاجك متريكس مثلا محتاج انك انت يبقى عندك منتريكس مثلا لو سيرفيس دي وقعت مثلا ايش عارف انها وقعت لازم تكسر ليجي قولك اني مش عارف تستخدمها لا فلازم عندك مثلا اوتوماتي سيستمز بتتست بتتمنتور وبتتريبورت وبتطلع لك هلثك متريكس وكي بي ايز فانت عمال كل ده جزء من جزء من مسئولياتك يعني كل ده انت لازم توصل للريليزيشنز دي وتوصل لطريقة ده يبقى جزء من مو انت تحط الدزاين بتاع الحاجة مش بس بتحط الدزاين بتاع انها دي انا عندي هنا سيرفيس هتبعت للسيرفيس دي اي 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 وبقى سيرفيس دي هتبعت لمين لا لا انت عندك طب الناس دي هعارف منها تشغالة ازاي وهتقلرت مين ولا مين وبعد كده البروسيس بتاع تقلرت تي هتبعت عاملة ازاي طب حد هيبقى صحي بالليلي يردع تليفون ويتطلعها ازاي طب البرميشن طب السيكوريتي طب الاجسيسابيليتي طب الاجسيسابيليتي بتاعته ازاي طب مين هيستخدمه طب اللغات لو ده انترناشنل سوفتوير مثلا اللكاليزيشن هتلكاليزيزه ازاي طب يعني معايين تقول كل ما تبص من زوايا هتلاقي فيها كلام كتير وهذه بقى فكرة المهندس هو الانجينير انك انت بتبص للسوفتوير من زوايا مختلفة تقعد تمسك حياتك في ايدك تقعد تقول ايه طب انا لو بسطلق من الناحيات هيبقينها شكل ايه فوصلنا من الناحيات وتقعد تحاول حتى لو هتحل كل المشاكل دي دلوقتي وانت يقعد بس انت احيانا مجرد المامك بان فيه زوايا اخرى من المشكلة وقرارك انك انت ممكن تأجل حل مشكلة معينة انك انت تحط انا عارف ان انا عايز احقق مثلا الف حاجة بس انا مش هحقق الالف حاجة دوله النهاردة زي احطهم في والبلان دي هتبقى على اساس ايه وماشي ازاي طب لو حصل المشاكل هنرجع ازاي كل ده جزء من مسؤولياتك فقول لك يعني ايه في الاخر لما تيجبها تقول بقى ايه انا عايز لما اخرج من الجامعة اللي تقال عليها مهندس برمجيات مشي بس في الاخر دي مالهاش معنى يعني انت متعرفش الحاجات دي لسه ومفيش جامعة هتعلمك الكلام ده بشكل عملي يعني فانت انا من رأيي ان المهندس برمجيات دي حاجة انت يوورك تووردز مش حاجة بتخرج بها مش بسكها في ايدك يعني فده ممكن رأيي في حتة دي انا جاوبت عليها بس انا قلتها يعني فرصة انا متكلم معي طيب انا يعني عملنا شوية حبة حلوية نوع بتاع مثلا نص الساعة عشان ما نطولش قوي يعني لو حد عنده اسئلة تانية انت تعرفين الاسك اف ام بتاعي اسك اف ام سلاش باش مهندس وعندي على الفيسبوك هتلاقي فيسبوك دوت كوم سلاش باش مهندس اكس او على تويتر اد باش مهندس يعني دوروا عليها تلاونية يعني اصبح على خير